موسيقى ازايكم يا رجلس انا اولى عاملين ايه اخباركم ايه في فيديو كلاس ووكشيت الحصة التالتة معان واللي كانت بتتكلم عن الارور بس قبل ان نبدأ ان احنا نحل اسئلة كلاس ووكشيت تعالوا يعني ما عمل لكم السامري كده ليه اهم الافكار والايدالز والرولز اللي احنا تكلمنا عنها في الحصة طبعا مش هنرود نتكلم عن الجزء النظري وده شرحناه في الحصة خلاص انه هنرود نتكلم عن افكار حل المسائل علشان تساعدنا واحدة من حال كان اول حاجة احنا اخدناها مع بعض كانت اسمها ايه يا مستر كانت الابسوليوت ايرو والابسوليوت ايرو ده بنلمزه بالرامز دلتا اكس الدلتا اكس ده مين يا مستر ده اسمه الابسوليوت ايرو بتاعي طيب الابسوليوت ايرو ده كان بيساوي ايه كان بيساوي القيمة حقيقة اللي هي الـ Xnode ده اللي هو الـ Real Value او اللي احنا سعب بنسميها الـ Actual Value مينوس القيمة اللي انت استهى اللي هي الايه الماجور يعني مثلا يا مستر For example كده مع بعض القيمة حقيقة الـ Real كانت يا مستر 10cm وانت استهى او است القلم ده بالغلط مثلا بسبب الاخطار اللي احنا كلمنا عنها ممكن تبقى طبعا Human Errors ممكن ترساب الـ Environment ممكن بيبقى بسبب دامج للدفايس او بيبقى بسبب ايه ان انت تستغل الـ Device مش مزبوط Unsetable Device طيب احنا هنا عندنا الـ Real كانت بـ 10cm وانت استهى مثلا 9.3cm عارف الـ Absolute Error ازاي بتجيبه اللي انت بتتضح الـ Real ناقص الـ Measured اللي هي 10-9.8 هي 10-9.3 فتطلع معاك الـ Absolute Error في الحادي كام 0.7 وخلي بالك الـ Absolute Error لـ Unit بياخد نفس الـ Unit بتاعت الـ Real بتاعتك لو دي سنتيميتر ودي سنتيميتر فهو كمان هيخد Unit A السنتيميتر قانونه ايه يا مستر اللي احنا بنعمل الـ Real minus الـ Measured وخلي بالك القيمة بتاعته Absolute Error عماما تطلع بالـ Negative فبنحط الـ Absolute Values كده ايه اللي يا مستر الشرطين تتحطيتهم دول الشرطتين دول اسمهم في الماس Absolute Value طيب واحنا في الفيزيكس اهم حاجة عندنا الشرطتين دول معناهم ايه؟ معناه ان لو الاجابة تلت معاك بالـ Negative تقدر تشيل الـ Negative على طول دا كده كمين؟ Absolute Error طيب تاني حاجة يا مستر اخدناه في الحصة قانون مهم وهو كان مين؟ Relative Error رمز R صغير كده دي بنسميه مين؟ Relative Error وRelative Error احنا تكلمنا عنه ان هو اضقه احسن في الحكم وكل ده في الحصة طيب Relative Error بقى عندنا هنا قانونه كان ايه؟ كان الـ Absolute Error بتاخد دلت اكس اللي هو كان مين يا مستر؟ كان الـ Absolute Error تمام؟ على مين يا مستر؟ على الـ Real Value تقسيمه على الـ Real Value تاخد الـ Absolute Error تقسيمه على الـ Real Value دي كنت جبت الـ Rative Error وRative Error ده الاضقه والاحسن في الحكم على الحاجة تمام؟ وكنا تكلمنا ليه في الحصة طيب تلت حاجة بقى كنت بقولك الاياسات بتكتب ازاي؟ يعني مثلا دلوقتي احنا عاوزين نكتب الاياسة بتاعت المثال ده اللي هو الاياسة الحقيقة او الـ Real Value بتاع القلم كان 10 سنتي وكان الطالب اسو 9.3 فكان Absolute Error 0.7 عايف انت بتكتبها ازاي؟ بص بقى الاياسات كلها بتكتب مثلا تعال اعاوزين مثلا ناخد لنس بتاع حاجة اللي هو اللنس ده بتكتبه ازاي يا مستار بتكتب اول حاجة Real Value زائد او ناقص Absolute Error يعني الـ Equation عندك بيجرك عالشكل ده Real Value على الشمال الـ Plus or Minus وعلى يمين الـ Plus or Minus Absolute Error ان احنا كنا عاوزين ناخد لنس القلم ده هو كان طوله حقيقي كام يا مستار كان طوله حقيقي 10 سنتي يبقى تكتب 10 سنتيمتر كده ويه كان الـ Absolute Error انت تكتبه بكلام بـ 0.7 فبتكتب هنا Plus or Minus 0.7 طب يا مستار انت كام ما كتبتش الميجرد الميجرد ما كتبتش ما عادي يا عم معنى ما بكتبش الميجرد أصلا في الـ Equation بكتب مين؟ بكتب الـ Real Value وبكتب جانبها مين؟ الـ Absolute Error هلو الكلام؟ حلو طب بعد كده كنا اتكلمنا عن ازاينا من Plus أو Minus أو Multiply أو Divide للـ Equation تعمل مثلا خليه يبقى معنى 2 Equation اول Equation مثلا 21 Plus or Minus 2 تمام؟ أو Plus or Minus يا مستار خليه عم دي 6 كده والمعادلة التانية يا مستار تبقى مثلا 3 Plus or Minus 2 دي مثلا سنتيمتر ودي سنتيمتر تعالوا بنا مع بعض كده ان احنا نعمل ايه كذا بروسس اول بروسس كنت اوستعملها ايه مثل X Plus Y نعمل للـ Equation Plus فاكل كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد الاتنين نكتبهم تحت بعض شطور شطور ادي الـ X equal كذا وهدي الـ Y equal 3 Plus or Minus 2 سنتيمتر سنتيمتر كنا بنعملهم بروسس عادي جدا X Plus Y دايما اللي قدام دا قلتاك انه دايما بيعمل ايه؟ بيسمع الكلام اللي قدام دا دايما كان بيعمل ايه؟ بيسمع الكلام اللي بروسس اعملهم بروسس 21 Plus 3 تطلع 24 طيب وهنا يا مستار Absolute Error دايما بروس دايما Absolute Error في البروس والـ Minus لو سواء كان بروس او كمينس دايما بتعمله ايه؟ بروس يعني هنا مثلا تبقى 6 Plus 2 تبقى 8 ماشي قادي كده خلصت اول حاجة X Plus Y طيب افرد يا مستار حبيت انت تعملها X Minus Y تعملها ازاي X Minus Y دي؟ ركز معاي تكتب الـ 2 ايه؟ تحت بعض بعض قادي الـ 21 Plus or Minus 6 سنتيمتر والـ Y كان بسري Plus or Minus 2 سنتيمتر قلتاك الجزء اللي على الشمال دا بيعمل ايه؟ قادي الـ Real دايما بيسمك كلام عاوة تعمل X Minus Y؟ عادي اما اعمل لك X Minus Y 21 Minus 3 بـ 18 Plus or Minus تقول يلا هتعمله Minus تطلع بـ 4 غالط قلتاك UpC-R دايما بيتعمله Plus دايما UpC-R بيتعمله Plus يبقى 6 بـ Plus 2 تطلع بـ 8 سنتيمتر قبا يا مستر يا مستر انا شكلي نسيتها ولا ايه؟ اوعى تنسى اوعى تنسى وافتكر كويس انا بقولك ايه؟ دايما بيتعمل Absolute Air Plus سواء كان بيقولك Minus سواء كان بيقولك Plus Absolute Air لعليمين دا دايما بيتعمله Plus سواء في Plus او Minus يبقى دايما Plus طيب بعد كده كنا تكلمنا عن محارة Indirect Measurement اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو ان انت تعمل بقى X Multipli Y وهنا الدينية كانت تختلف في Multipli و Divide الدينية كانت ايه؟ مختلفة شوية فاكنا كنا بنعمل ايه؟ تعال برضو بنكتب الاثنين تحت بعد دي كانت 21 Plus or Minus 6 سنتيمتر وهنا ال Y كانت كانت 3 Plus or Minus 2 سنتيمتر لو انا عاوز اعمل X Multipli Y قلتاك اللي على الشمال دايما ايه؟ بيسمع الكرام شرطو 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 طب ماشي 21 في 3 ب 63 Plus or Minus ما عاوز ايش عملتها ازاي يا مستر 21 في 3 عاوز كالكيليتر يا صاحبي طيب هنا بقى اعملون Plus غلط ازبر بقى هنا بقى تزبر بقى شوية كده تعملها ازاي بقى دي؟ قلتاك دي في Multipli Y بنعمل حاجة تانية بتاخد Absolute Error وتقسمه عالية Value انت كنت تعمل ايه؟ لما تاخد Absolute Error يا مستر وتقسمه عالية Value انت كنت بتطلع Relative Error صح؟ حتى Relative Error بتال اولان اده اللي هو يساوي كام؟ تاخد الرقم من العالمين تقسمه عالية الشمال 6 على 21 وبالكالة تاخد الرقم من العالمين ده وتقسمه عالية الشمال برضو هنا نفس حكاية اللي هو تاخد Absolute Error تقسمه عالية Value R2 Equal 2 على 3 عارف باكال تعمل ايه؟ طبعا اي Error بتعمل له Plus ولا Minus اي Error يا مستر بتعمل له Plus خد الاتنين دول Plus بعض وشوفها تطلع كام؟ طريب ترعت معايا بكام؟ 20 على 21 طب عارف كنا بنعمل ايه بقى؟ كنا بناخد الرقم داله 20 على 21 نضربه فيه ال Real Value اللي هي 63 دي تمام؟ تاخد 20 على 21 تضربه في 63 والناتجي تكتب هنا عايف لما تعمل 20 على 21 وتضربه في 61 كم بيطلعك هنا ايه؟ Plus 6 سنتيمتر بس خلي بالك بقى دلوقتي انت ضربت 20 على 21 ضربتم في 63 تعالت معاك الاجاب كام؟ ب6 ودلوقتي مش انت عام Multiply انت تبقى سنتيمتر فيه سنتيمتر يطلع سنتيمتر بضو؟ ولا سنتيمتر في سنتيمتر يبقى كام سنتيمتر سكوير؟ ايه يا ميستر السنتي في سنتي يا ميستر بيطلع سنتيمتر سكوير او الواي في الواي بتطلع كام؟ وي سكوير؟ عادي جدا فتكتب هنا سنتيمتر سكوير ختي بالك انت من الحتة المهمة دي؟ خلي بالك اوي 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 بالك منها ايه؟ ان انت هنا بتعملش الاثنين دول Plus العبسية ايه ما بتعملوش Plus لو كانتعمله Multiply بتعمله Plus امتى لو كان Plus او Minus في الملتيبلاي او Divide بتعمل الطريقة اللي انا قلتاك عليها دي؟ طب تجي نعملها بس مع بعض كده في Divide يلا يلا بينا نمشيها مع بعض كده في Divide بص هتعمل ايه في Divide لو انت عاوز تعمل X divided الواي؟ ماشي كنا بنعملها ازاي برضه؟ تكتب الاثنين تحت بعض X و Y دي كان 61 Plus or Minus ال ايه الستة سنتيمتر او كانت 21 صح؟ كانت 21 تعال ناخدها بنفس اقام 21 Plus or Minus الستة سنتيمتر والتانية كانت 3 Plus or Minus الستة سنتيمتر طب من هنا قلتاك اللي في الاول دي اللي على الشمال بيعمل ايه؟ بيسمع الكلام يبقى X divided Y هيتطلع معي 21 على الثلاثة بكام؟ ب7 Plus or Minus ينفعمل دول Divide؟ طب Plus طب Minus لا يا عم لا يا عم ما ينفعش لسل انت عندك Multiply و Divide يبقى Multiply و Divide يبقى من لهم طريقة تانية بيجاب لهم الار بيجاب ازاي ده؟ تاخد اللي عامين تسمع الشمال 6 على 21 بيجي تاخد اللي عامين وتقسيمه على الشمال تطلع معك بكام؟ 2 على 3 بيجي تعمل لهم ايه يا مستر؟ دايما الاروز بيتعملها Plus or Minus Plus يا مستر يبقى الاري التوتر هنا بكام؟ بيجي تطلع نفس الاجابة 20 على 21 اخدوا وحطاها هنا بقى؟ لا يا حبيبي ده ليلة error انما اللي بيكتب هنا أبسيوت error وما بتعمل ايه؟ تاخد الرقم ده وتضربه هنا في 7 وتشوف هيطلع كم تكتبه هنا تعالوا بينا ما اعملها على الارحز بكده وشوف هتطلع بكام؟ طيب اعملتها على الكاركليته وثلاثة ماية 6.67 تمام؟ طب هنا انت عملت divide مثلا خلي معليش دي سنتيمتر سكوير لما تعمل سنتيمتر سكوير divided للسنتيمتر هتطلع بكام؟ بص بق دايما بقولك لو عندك الكنين زي بعض ومعمولين divided تاخد الباور اللي فوق minus الباور اللي تحت سنتيمتر مش هكتب عليها حاجة باور 1 تاخد باور فوق مايس باور تحت اللي هو تاخد 2-1 تطلع الباور بكام باور 1 فيطلع الاجاب معاك سنتيمتر باور 1 او احنا كلكم منكتبش الباور 1 فطيب الاجابة بتاع معاك بلايه؟ بالسنتيمتر حلو الكلام؟ اديك انت كده عرفت الاكس بلاس وي بتعملهم ازاي؟ ده بلاس وده بلاس طيب الاكس مينس وي ده مينس ودول برضو بيتعملهم بلاس ده يمري او بيتعملهم بلاس طيب فيطلع معاك اهو بيحفظه بنفس اليونت عرفتك خلي بقى هنا بنفس اليونت عادي طيب بص بقى هنا لو انت جيت تعمله هنا كده اكس ملتيبلاي وار اللي في الاول عشمال بيسمعه الكلام يتعمله ملتيبلاي بعد كده ما ينفعش ابسيوت او تعمله بلاس او مينس خالص تروح تجيب الريلاتف تعمل ده على ده ده على ده ويجيب التوتال ودرب في الته وستين فيطلع معاك الاجابة هنا خلي بالك مش ستة دي دي سكستي دي كده مش ستة معلش دي هتبقى سكستي سنتيمتر سكوير تمام؟ طيب بعد كده يا مستار ندخل على الوقت الديفايدت نفس الحكاية تاخد اللي على الشمال بيتعملهم ديفايد عادي بيسمعوا الكلام واللي علي مين لا بتروح تجيبه لتفئره جبتهم تعملهم بلاس وبالكده تضبف مين في الريل يعني تاخد الرقم اللي تتلع هنا وتضبف ده وبالكده هيتلع معاك الاجابة بتاعته الابسوليوت الو كده احنا نكون عملنا الاول والسامري لكل افكار حل المساء اللي احنا كراريتنا عريف الحس دلوقتي نقدر ندخل نحل الكلاس وكشيت واحنا قلبنا متطمن وداخل فاكر كل حاجة والدنيا زي الفل معاني طيب يلا بينا ندخل على question number one بيلك a student measured the length of a pencil and found it to be كذا هو اللي عمل يا حبيبي هو اللي ايه عمل بص اهو تعني اكتبه هو اللي عمل لقاب كام ب9.9 سنتيمتر ده هو الاس while it's actual length يعني length الحقيقي ب10 اللنس ايه كنت بتلمزه بال Xnode ب10 سنتيمتر طيب هنا بقى اول حاجة طبعه منك a estimate the absolute error اول حاجة طبعه منك انت تجيب absolute error absolute error هنا يا مستر بيبقى عبر عن ان يتعمل Xnode real minus صح يا مستر تعمل 10 minus 9.9 فيطلع معك 0.1 بركاب يقولك هاتلي relative error ماشي يا مست relative error انت كنت تاخد delta x absolute error وتقسمه على Xnode real value صح صح يا مست فكنت تدخلنا 0.1 وتقسمه على 10 فيطلع معك الاجابة 0.01 عرفت منين ان ايه دي 10 ما هو يا عم اهو وده absolute اهو اسمتوا مع بعض relative error فبيكبيلك express the results of measurement يعني بيقولي اكتب لي الميجرمنت عاملة ازاي طب منتج تكتب الميجرمنت عاملة ازاي لاز تكتبها بالشكل اللي وده نتكتب real value زائدة ونقص absolute error طيب تعال بقى نشوف نكتبها ازاي دي real value كان بيكام كانت ب 10 plus or minus absolute error كان بيكام معايا 0.1 اهو سنتيمتر لانهم يدي كل إرابة بالسنتيمتر هلقل absolute error خلي بالك برضو لي unit centي اما relative error ما لوش unit طب احنا كده عملنا اول إراية نبص على الإراية التانية بيقولك another student measures the classroom length found it to be كذا هو student هو اللي found يبقى دي القياسة الميجرد 9.13 طيب meanwhile it's actual length اللنس الحقيقي بتاعه المفروض يبقى بكام 9.11 طيب اكس نوب كان ب 9.11 مت طيب برضو هنجيب له absolute error ونجيب له relative error ونعمل ال result بتاع الميجرمنت بتاع absolute error بتعمل ايه real minus الميجرد صح شطور يلا اعملهم هتبقى عندك 9.11 minus 9.13 هتطلع معك الكريتور minus 0.02 0.02 بس انا قلتك ايه ان absolute value اللي معمولهن دول اللي هم الشرطتين دول بيطلع اي حاجة negative بيطلعها بوسطف عالية بيقولك ايه فكك من negative فكك من negative او ما تشوف الشرطتين دول بيقولك ايه بيقولك فكك من negative طيب فترة معك 0.02 100 ليلى يا مثلا ان absolute error بيبقى لي unit طيب بعد كده بنجيب من relative error ناخد delta x على x node absolute error على real value شطور طيب يلا absolute error كان بكام ب 0.02 والreal value كان بكام يا مستر كان ب 9.11 فتطلع معي الاجابة هنا بكام سانية واحدة لما بص على كالكريتو تطلع معي 0.0022 ده كده مين يا مستر الreal value طيب اللي هو مين relative error معلش طيب عاوزين بقى نرمز بقى او نكتبه بالشكل اللي هو ده اللي هو x node plus or minus absolute error الreal value كان بكام هنا اللي هو 9.11 plus أو minus عشان ده بنكتب هنا بقى من absolute error اللي هو ده ميش ده ده طيب تطلع 0.02 100 اهو ده كده كتبنا وطلبنا اول مطلوب وخلصناه مسألة طبعا متعة الclass worksheet بتبقى فيها المطالب كتيرة شوية طيب تابعا بينا بص على المطلوب التاني بيقول لنا ايه in which case was the measurement more accurate مين كان عليه دقة اكتر بص لما هو يقول لك مين الاكتر الاكتر يعني مين المور اكتر مين بقى عندي هنا ده الراتف ايه بتاعه 0.01 وده الراتف ايه بتاعه 0.0022 طب يبقى مين اقل التاني التاني ده فيبقى in case 2 هي اللي مور اكتر بكوز عندها relative error اقل case 2 مور اكتر اشن ايه عندها relative error اقل طيب يبقى ندخل على question number 2 بيقول لنا ايه في question number 2 if the real mass of the watermelon the watermelon البطيخة the real mass كام اهو x نود بتاعه 3.5 22 كيلو جرام ده البطيخ وافكة الميزان اهو عاملك اياسه لي ده مين اللي بيتقاس ده 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 المجمل بيقول لك ان the real mass of the apple والوزن حقيل الابل للتفاحة 0.159 0.59 كيلو جرام مع النغم ان الميزان اسوب كام 0.150 طيب فابلك مين فيهم المور اكتر طيب اش انت تعفت تقول مين المور اكتر محتاج تجيب الراتف error وانت عندك هنا اثنين كيسس هنتكلم اول حاجة عن الابل عن التفاح وبعد الكلام نبقى نتكلم عن مين عن البطيخ حبيب قلبي ده الوتر ميرن او بطيخ قلبي ده البطيخ ده هحبه جدا يا جماعة طيب بص الابل اول حاجة عاوزين نجيب مين اشناف نجيب الراتف error اكتد محتاجين نجيب مين absolute error يلا بيانوح نجيب absolute error اللي هو كان بيسوي الريال value ماينس المجرد الريال value كان بي كام يا مستر بال 0.159 بال 0.159 ماينس 0.150 ده اللي هو المجرد فتطلع معي 0.009 كيلو جرام طبعا محدش يا جماعة يغلط ويعمل ده ماينس ده يعني ماعدش يطح بطيخ مينس تفاح أو تفاح مينس بطيخ لا تفاح لحاله وبطيخ لحاله بطيخ الوحل تفاح الوحل ماشي طيب بص بق بتاع معك absolute error بكام 0.09 كيلو جرام نبدأ باكتنا ندخل على المرحلة اللي بعديها بس ان احنا نجيب مين relative error relative error اللي انت بتعمله ازاي ان انت تاخد delta x على absolute error على ال real value فهنا delta x كان ب 0.009 وتقسمه على 0.real 159 فيطلع معك بكام على الكالكيليتور الرقم ده يطلع معك بكام 0.06 تمام ده كيلة بتاع التفاح طيب ندخل بها كيلة على بتاع البطيخ بتاع البطيخ احنا برضه نمي نفسه حاج نجيب delta x اول لو من absolute error absolute error هنا كان بيساوي ايه انت تاخد ال real ال real اللي هو كام يا مستر ال real بتاع الروتر ميلون اللي هو 3.522 اهو اللي هو اللي علي اهو تمام ده ال real ال real ال real ال real اهو بتاع البطيخ تنجيب بقى ال relative error بتاعه بتعمله ازاي انت تاخد absolute error وتقسمه على ال real value ال absolute error بكام ب 0.022 وال real value بكام بقى معاك ب 3.522 تبعا ده بقى بيطلع معاك ال relative error ده 0.01 طيب هو عاوز يعفى منك مين more accurate طيب عشان انت عافى انت مين more accurate زي ما انا اقيل لك المور accurate اللي هو يبقى عبارة عن ايه؟ اللي يبقى عنده relative error اقل طيب مين عنده ال relative error اقل؟ ايهو هو ده؟ كان مين بتاع البطيخ طيب يبقى بتاع البطيخ relative error بتاعه ايه؟ اقل والبطيخ ده رقمه 2 يبقى balance 2 is more accurate خلي بالك انه ممكن لو كان عاوز بتاع طفل حكم وتقوله ب one more accurate اهم حاجة انت بتاع تحكم انه more accurate على اساس على اساس حاجة واحدة ان انت عندك مين الجهاز اللي عنده relative error اقل انت حد هنا خدت الدرجة تمام اللي هو 0.01 انت كده زي الفول لازم بقى تختار صح؟ ليه؟ علشان درجة مش هتكمل اللي لو اخترت صح نقول انت عملت ده لو اصد MCQ واخترت واحدة من دول غرض يبقى انت كده ايه؟ حلت غرض مش حلت غرض الا ما خدتش درج حلت صح وما خدتش درج فظلم فانت علشان كده من الاول حل بتأني وبالراح ميزان 2 هو اللي عند رائط في ايه؟ ايه؟ يبقى 2 هو اللي مرأك خلصكت طيب يلا بنا ندخل عليك question number 3 black in a practical experiment to determine a physical quantity by adding يعني adding اللي انا عمل plus يابتوها الماس plus طيب 2 physical quantities L اول ايه بكذا و L التانية بكذا انا عاوز اعملون plus يبقى خلص هكتبهم تحت بعض L1 و L2 زي ما احنا تعودنا L1 اللي هو 5.2 plus or minus 0.1 والتانية L2 5.8 plus or minus 0.2 فتطلع معي بكام L1 لان انت تعمل اللي في الاول دول ايه قلتلك اللي في الاول بيسمعوا الكلام تعملون plus 5.2 plus 5.8 تطلع 11 0.3 على 11 اللي هي كام سريع على 110 وعملت على الكالكوليتور بتاعك فلو تطلع الاجابة مين صح ال D ال D هي الاجابة الصحة معك طيب يلا بقى ندخل على النقطة اللي بعضيها كوشن number 4 black a student measured the mass of the amount of chemical material was found to be the gram ماشي and the mass of the material decreased by decreased بتقل 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 دي بلصل لـ minus يا مستر بيقول لي decrease معانا ان هو يقول لي decrease دي بقى معانا ان هي بتقل صح كده طيب يلا بقى نعمل المس او نيه minus المس تانية المس او نيه المس التانية بنعملها ازاي طبعا بنكتب الاكواجن يا صاحب بنكتب الاكواجن اولا احنا 20 plus or minus 0.1 والتانية 5 plus or minus 0.1 هتعملهم minus m1 ماينس م2 اللي في الاول بيسمع الكرام 20 minus 5 بكم 15 plus or minus يلا اعمل لدول ايه minus وطلعها ايه بطيخ 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 انا يقول لك الابسيوت ايو دايما بيعمله ايه دايما بلص دايما بلص حتى لو حتى لو مديني plus or minus دايما بلص دايما بلص طيب اوما ما فيه الخطأ بيت minus طب تعال يا كوش نمبر 5 بيقولك if the height of the building 1 equals كذا مدينة height الاواني بكذا ماشي تعال نكتبه 8 plus or minus 0.2 ميت والheight of building 2 equal كذا ماشي الheight التاني 12 plus or minus 0.2 ميت So building 2 is taller than building 1 بيقد ايه البردن التاني اطور من الاواني باد ايه يعني بيقولك اعمله من minus taller than يعني عاوز يعافي الفرق ما بينهم الفرق ما بينهم يا دايما فرق ما بين حاكتين بتتعمل ازاي منus طيب يلا باش نحنا متعلمناش ماس تقريبة طيب يلا 12 minus 8 بكم 12 minus 8 بفور طيب دور بتعملون minus لا 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 absolute error دايما 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 يا مستر بصد يبقى 0.2 بطلس 0.2 لطلع 0.4 ميت فيبقى الاجابة الصحة فين اهيه number C طيب يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعد question number 6 معنا if the relative error and the absolute error when measuring the rectangle area of rectangle خلي باك بيقولك area of rectangle that has length كذا والwidth كذا عاوز يا absolute error and relative error طيب واحدة واحدة the length became 6 plus or minus 0.1 والwidth يا mister 5 plus or minus 0.2 هو نفسه يجيب ايه نفسه يجيب area طيب ما الarea دي معناه اللي انت بتعمل length of width of bar multiply المultiply قلتك ازبر فيه شوية الاولين دايما بيسمع كام 6 في 5 تعملو multiply عادي 33 plus or minus دول يتعملون plus minus multiply division لا تجيب relative الراتف 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 على كالكوليتو 3 مايس 17 على 3 مايس مايس طيب بناخد الرقم دا يا مستر وبنامل فيه ايه بنحطه هنا بنحطه مكان up is غبي 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 يعمل كل ده ريبة من فرص الراتف مايس so ماكيبناء محركة شقر باسكر يا مستر تأخذ الرقم ده وتضبه في الريض فأتقوم واخدته هنا الرقم ده لو ضبته وحطته هنا تطلع 1.7 ده ميتر وده كان ميتر يبقى يطلع هنا ميتر سكوير قادر إراية تعال انت خلصت مسألتك شوفه وكان طاب منك ماهه طاب منك الRELATIVE ERROR اللي هو الاره هاي ده الRELATIVE ERROR بتاخد التوتال 17 على 300 يبان بتشتب ده وبتشتب ده تطلع واحدة من الاتنين دول طيب ببقى كده عاوز منك ماهه اللي دائم بيكتب على يمين والشمال اللي على الشمال ده مستر الريال فاليو واللي عالمين ده هو ده الابسوليوت اررر بتطلع معك ابسوليوت ارر هنا كانت بيكام 1.7 فتبقى الاجابة الصحة معك مين يا مستر الاجابة C تمام كده؟ طب يلا بينادخل على السؤال اللي بعد question number 7 بيقولك the volume of the cuboid that has the dimension shown in the opposite table بيكام؟ عاوز الvolume الvolume يعني معنى اللي انت تاخد ال Lens وتلابه في ال width وتلابه في ال a في ال height يعني في عملية ملتيبراي تحسب بس خليباك هو هنا مدلنا ال measured value اللي هو ال x و مدلنا ال actual value اللي هو ال x node اوبا ده مدلناش absolute error ده مدلناش مين absolute error اللي هو delta x اصلا انا اش نعرف اكتب القوانين ان انا اش نعرف احسبها وعمله ملتيبراي لازنك تحطهم تحت بعد كده تمام؟ Lens weight so high Lens طبعا احنا بناخد في اول actual value plus or minus absolute error يعني بناخد 4.4 plus or minus absolute error مش معايا 3.5 lower real plus or minus absolute error مش معايا 3 plus or minus absolute error مش معايا انت فكر absolute error ده انت بتجيبه ازاي؟ تاخد ال real صح؟ minus مين؟ minus the measured طب ده ال real لهو minus the measured تطلع ده minus ده 0.1 real minus the measured 3.5 minus 3.6 تطلع 0.2 طيب ال real يا مستر minus the measured اللي انت تعمل ايه تطلع معك بكام 3 minus 2.8 تطلع 0.2 يا مستر عملت كده انت بتجيب delta x delta x اللي هو absolute error اللي هو بيبقى x نود minus x real minus the measured ده ال real اهو وده الم measured يبقى اللي هتعمل ده minus ده طب ده ال real وده الم measured ده ده minus ده كل واحد لواحد طيب انت كدجيبت مين يا مستر absolute error تعف بعد تحطه فين؟ ده بتاع length absolute error بتاعه 0.1 اهو وبتاع width absolute error بتاعه 0.2 اهو وبتاع width وبتاع height اسف اهو 0.2 اهو تمام هم كلهم كانوا بايه بالسنتي 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 بالسنتيميتر يا مستر طيب هو نفسه في ايه مستر نفسه في الفوليوم طيب انت اشتجيه الفوليوم لاز تعمل length width height طيب تركز ما اوي احنا قلنا اللي ع الشمال ده بيعملي بيسمع الكلام طيب اللي ع الشمال ده بيسمع الكلام يعني احنا نعملي 4.4 times 3.5 times 3 تعمل كل دول ملتبلاي بعض اللي ع الشمال يعني تكتب هنا تكتب هنا كده كل ده طيب ده بيطلع بكام قصة معي لو انا عملته على الكالكيليتور 46.2 صح كده صح يا مستر طيب بعد كده يا مستر هنا اللي على اليمين ده كنا بنعمله هذا الريلاتيف error يا ابني لازني جيب له هنا الريلاتيف ده كده ابسيو تقول لازني جيب له ريلاتيف error ماينفعش 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 انو احنا ناملهم ولا بلس ولا مينس ولا مش ولا ملتبلاي اللي عل الشمال بس هولي كم بيسمع كلام اللي عليم ده في ملتبلاي والدفاي كل لازني أعملهمrates كنا لازني جيب ريلاف seeing other problems منوتهم بنجيبه مثل يمين على الشمال يالا 0.1 علي 4.4 بل كده Relative Error كام يا مست 0.2 على 3.5 0.2 على 3.5 بل كده Relative Error لبعضه 0.2 على L3 تب عارف بل كلكم كنا بنعمل ازاي كنا بنعمل لكل دول ايه يا مست ده كان 1 وده كان 2 وده 3 لازم نجيب بال ايه التوتال بتاعهم التوتال بتاعهم انت تعمل ايه تعمل ايه تعمل بلس الكل ده وان دوتي مفتح الكريت واش نعملهم معك ايه بلس يلا بينا مع بعض نعمل بلس للارقام اللي احنا عندي يدي 0.1 على 4.4 بلس 0.2 على مست 0.2 هو ديفايد ال 3.5 بل كده بلس 0.2 ديفايد ال 3 تطلع معي بكام يا مست ده تطلع معي 0.15 ازقل وبتتحطش هنا اوا تحطها هنا وتغلط اوا تحطها مكان ابسلوت وتغلط وما بنحطها فين مست ده الاري التوتال 0.15 عايف لو واحد حطينا 0.15 عبيت ويختار اجابة بيه حطها له عشنا عايف في الطريب اللي بيغلط عايف في الطريب البطيخة اما احنا قلنا يا مست ده معيش انت لسه مطول معي الاري التوتال ده كنا بنعمل في ايه كنا بنعمل في ايه كنا بناخده النضابه هنا والنتيجة تطلع هنا طيب لما تاخد ده تضبف ده هيتطلع معك النتيجة 6.74 تقريبا اللي هي بالتقريب بالتقريب 6.77 علشان الملزمة عاوزة كده هي كانت 6.74 لو تطلعك هتشوف اقرب واحدة مين هتلاقي اقرب اجابة 6.77 لليه الاجابة ايه اصلا بص هو انت عندك ده وده مش نافع هيبع عندك 6.77 و 0.15 وانت تطلع معك 6.74 يعني هي لو انت جيت تحسب عالك الكريكيطة تطلع معك 6.74 ف6.74 اقرب لل0.15 ولا 6.77 اقرب لل6.77 فاخراص تخليها 6.77 وتختار اجابة مين ايه بالتقريب تمام تمام طيب يا مستر ده كان نمبر 7 ندخل كش نمبر 8 كش نمبر 8 بيليك اماس واحد عندنا بضي عنده الماس ده وعنده الفوليوم ده فعاوزة دنستي بكام وبيليك خليباك الدنستي بيساوي ماس على فوليوم طب ماشي يعني انت تقريبا عاوز تعمل لهم ديفايد ديفايد يامستر يعني لو بص لو الدنستي عندك بيساوي ماس على الفوليوم لان انت بتعمل ديفايد طب احنا بنيكتب التو تحت بعض زي ما احنا اتفقنا الفين يا مستر بلاس او ماينس 10 كيلو جرام وهنا يا مستر 0.1 بلاس او ماينس 0.001 ميتر طيب عاوز تعملهم الى الشمال بيسمع الكلام لما تيجي تعمل دول دفايد هيتلها معك 20 الف العليمين تعملهم اي يا مستر اوعى تعمل حاجة العليمين اوعى تاخد داع دفايد ده الاول تجيب الاراتف صح يلا تان على الفين بقى كده الاراتف الثاني يا مستر تعملها ازاي الاراتف الثاني ده على 0.001 على يا مستر كام على 0.1 طيب دول بقى مع بعض انا عاوزك انت تعملهم بلاس على الكالكريتو طيب لما تيجي تعملهم بلاس على الكالكريتو عاوز بتطلع معك ازاي تطلع معك 0.015 طيب الرقم ده ابنا في ايه يا مستر بنضبه في الرقم ده ويتحطهن فيطلع الرقم ده لما تدفع 20 ألف هتطلع معك ب300 وطبع انت عملت اليونت ككيلو جرام على الميتر باور 3 يبقى تعملها ازاي فتحطهن هنا فيه 3 فتبقى كيلو جرام على ميتر باور 3 اهو عشان انت عملت الفايد فبتعمل كمان لليونت كيلو جرام عندك اوقت ده كده كيلو جرام وده ميتر باور 3 وانت بتعمل الفايد فبتعمل كمان اليونت كمان ايه يا مستر كيلو جرام على ميتر باور 3 طيب هتجي بصة في الاخترار هتلاقي ما فيش 20 ألف بس 20 ألف دي فيها كمسف واحدين تلاتة أربعة أربعة صفر يبقى 2 في تن باور فور طيب زائد تلتمية فمش ده فمش ده اهي اللي جاء روحي دي فيها تلتمية اصلا طيب وبالنسبة لها 20 ألف ما لها 20 ألف هم 2 في تن باور فور طيب فيه تن باور فور يمعنا فيه أربعة صفر تمام كده يبقى اللي جابة بتاعت اي تلع معاك بي طيب يلا بي ندخل كوشن نومبر ناين وده كوشن تنين جامل ده كوشن تنين جامل 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 ركز با معايا وانا بحيله ازاي خلي باك الاسلوب ده ححيله بترقتين هقولهما بلاك زي ماس كيوب وز مجرد وز كزا يعني الماس كان عنده ارور اثنين برسنت والسايد لنس وز مجرد وز 2 برسنت واللنس متقاس بأرور 2 برسنت هو كمان فالبرسنتج انت عارف ان هو بيساوي ايه مستر؟ بيساوي ماس على الفوليوم صح؟ انت عاستعمل ماس على الفوليوم يعني ماس كده على الفوليوم بص عشان انت تكون عام حسابك الماس هو ام عادية يبقى ايروت بتاع 2 برسنت الام واحدة يبقى ايروت 2 برسنت واحدة فالفوليوم انت تدس في الدرس يدي فوليوم ثلاثة لنس مرضين في بعض لو انت عندك ثلاثة لنس مرضين في بعض فأنت عندك الرئيس دا مكتر تلات مرة اللينس إنه دا اللينس فلينس فلينسه اللينس قوليا ليه خطأ 2% واللينس التالي خطأ 2% واللينس التالي ليه ايرو 2% طبعا أنت عايف أن الاررورات بتتعملها بلس 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 دايما ما بتعملنش ولا ماينس ومالتبراي ولا أي حاجة فأنت هنا تعمل الرئيس بتاعتك بلس هتطلع معك هنا 2 و 2 و 2 تطلع 6% طيب بص، الخطأ عندك في الـ Mass 2% والخطأ في الـ Volume 6% طيب ما أنا عاوز على إيه يا مستر بص كي كي أركز معي عاوز على إيه Mass على الـ Volume يعني بص عاوز إيه Mass Divided Volume طيب لو أنا عندي خطأ في الـ Mass 2% و الخطأ في الـ Volume 6% يعني مستر اي Relative Error ما بيتعملهمش multiple هما هنا Divide صح؟ هما هنا Divide ما بعملش ديفايد ولا بعمل ماينس ولا بعمل ملتيبلاي وما بعمل ايه بلس بس الاررز يا مستر بلس دايما 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 بلس قلتلك فتبقى 2% و 6% تبقى كام؟ 8% اهو فتطلع معي الإجابة C لل 8% حلو جدا كده جميل اوي يا مستر في طريقة تانية معقلة شوية بس انا سيبلكو انتو اللي تعملوها لو حد فيكو عملها يبعثلي على واتساب ويوضي هاني او يسير في الكومنتات هنا او يسيبها في الجروب بتاع فيسبوك وانا عم هتديهم كافة حلو ماشي اوكي اتفق طب يلا بينا ندخل على question number 10 اعباري اوف ماس ومدنا الماس بتاعته is moving with velocity كذا then the absolute error in measuring the critic energy حبا ركز معي بيقولك مجونج الكييتك energy equal �م بسبع الكييتك اينارجي بيقولك انه بيسيوها بمي سكوير طب ركز معي لو انا عاوز عممها بمي سكوير الام عندي باف بوينت زيرو فايف بلس او مينس زيرو بوينت فايف كيلو جرام طب انا عاوز او اجيب نص ام نص ام دي اللي انا باخد النص وضبه في ام قلتلك لو انت عندك اي رقم وعاوز تضابه فانت بتضابه عادي يعني بتضابه عادي في الإيكوشن كلها تو رقم لو رقم مش سيمبل في سيمبل لو رقم يعني 2 في 2M مثلا هيتلاوك كام يا مستر 2 في الخمسة بعاش و 2 في نص بواحد عادي 3M عادي 3M يبقى تعمل 3 في 5 بخمستاشت زائد يا مستر 0.5 في 3 يبقى 1.5 عادي انما ما ينفعش ان انت تعمل رقم في رقم تاني كده يعني ما ينفعش انت تعمل رمز في رمز يعني ما ينفعش تقول M في M كده M في M او حرفين زي بعض او حرفين متغيرين عن بعض لازم بتطير تغيير تغييرها اللي احنا اخدناها في اول الحس عادي والي احنا تكمل عنها في السمي اللي في بداية الـ Classworksheet انما لو رقم عادي ضابه نص في خمسة بـ 2.5 طب والنص في النص يا مستر بربع نص في نص 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 ربع أعملها بالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكال ما ينفعش نعمل V سكوير أو معي دي سكوير دي سكوير غالط أصلي V سكوير ده مش رقم أصلي ده مش 2V يعني بص ركز معي لو انا عاوزها 2V لو انا عاوزها 2V يعني باخد ديف 2 يعني يبقى انا عامل 2 في الرقم انا عامل 2 في 2 دي و 2 في دي يعني هتبقى 4 بلاس أو ماينس 0.4 متر برسكت إنما ليه مثل 2V ده عادي رقم بضعه في الحرف إنما V سكوير ده عبارة ثم يبقى لسك تاخد V و V تكتبهم تحت بعض وتعمل لهم يا مستر multiply تعمل لهم ايه يا مستر ملتبلاي حسن V سكوير بيساوي V V فلسك تعمل لهم multiply V سكوير لواء V في ال V تعمل 2 ده ملتبلاي الاشمال بيسمع كام 2 في 2 باربعه طب بص بق واللي عليمين يا مستر اللي عليمين ده لسك تجيب له ري ريتف الاول ري ريتف يا مستر هنا تبقى 0.2 على To. واللي علمين هنا. 0.2 على To. يلا جبلية التوتال بكام. تعمل لتنين دول براس بعض. لتنين دول براس بعض. تطلع معاك بكم يا مستر. تطلع معاك 0.2. ماشي. الي مستر بعمل فيها ايه? بضبها في الفور. بضبع في الفور فتطلع معي هنا فتطلع معي كان ب 0.8 وهو في مشكلة في مشكلة اهو انت خدت التوتال عملت ده ده جيبتو زي الاول ده عدده اليمين على الشماء اليمين على الشماء وعملتم بلاست معاك التوتال بتضبع في الرقم الزيال علشان تطلع الابسلوت ايرو بتاعتك طيب انت داتي معاك نص ده وده تعفت اعملهم ازاي بقى تعفت اشتغلهم ازاي بقى ايو يا مستر المفروض ضمف بعض نص ام في الفي سكوير انا بقى معي الفي سكوير فول بلس او مينس 0.8 ومعي النص ام اللوب كان ب 2.5 بلس او مينس 0.25 فتطلع معي بقى ده كان كيلو جرام وده كان متر سكوير على السكيند سكوير دي اعملهم ازاي بقى نفس الحكاية هنا برضو يا مست ان انت تجيب افريكا فيه طريق اسهل هعمل هلكوا بعض الحيطة دي فيه طريق اسهل كمان معلش هقول هلكوا بعض دي انت لو انت عاوزت تطلعهم الاثنين ملتبلاي النص ام في سكوير تعملوا ملتبلاي هتعمل نفس حاجة تاني ده الدفايد ده 0.25 على 2.5 وانا 0.8 على 4 0.8 على 4 وتجيب لهم باقي يا مستار تجيب لهم التوتال بتاعهم ان انت تعمل الاثنين دول بلس ساني واحدة عاملهم معك بلس كده البلس بتاعهم 0.25 على 2.5 بلس 0.8 على 1 على 4 دي 4 دي 4 ماشي تطلع معك بكام بلس 0.3 ماشي طب ودل الاثنين دول ملتبلاي اثنين ونص افريكا وتجيب لها الشمال دين باسمع كام اثنين ونص فاربعة عشر بلس او مينس هنا بتكتب الابسيوت 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 ده بيجي ازاي انت تاخد التوتال ده وتضابه هنا 0.3 فهلش تطلع معك بس 3 انت كده خلصت السؤال والاجابه تعال معك هنا بس 3 هو عاوز الابسيوت ارور خلي بقى اكتب منك ايه بقى الابسيوت ارور بكام هتقوم ميله بس 3 مش بلس 0.3 ده لو طاب منك ريلاتيف ارور الابسيوت ارور بس 3 طب فيه طريقة احلى فيه طريقة احلى تعال بقول لك الوي تو اللي هي مقربة القلبي دي مقربة من قلبي بص مش هو مقرا اللي wargeاب m بصوصة احلى كده بقى نشوف الارقام تاني خلط بص بلاس أو ما reins 0.5LETم ساكتب هو مش انت عاوز مني هوا عاوز مني هوا حالو defensive m B أول شيءнь عميلي Bed servik اعطي الرموز الوحدة واجتبهم ونحر حد الذي تعمل ممتزا ضمه يوجد هكذا Glah والا diskut ιάبلية 5 0.5 0.2 ؟ قلتاك لكم تخاف من متواصف تعملوا ملتبلاي اشتطلع م في الفي في فيلي وم في سكوير تعمل ايه؟ الدول بيسمعوا الكلام عاني تعملوا ملتبلاي 2 في 2 4 في 5 في 20 او اعملوا مع الكالكريتو 5 في 2 في 2 طيب ده يا مستر بتعملوا ازاي؟ بتجيب الرياتف ده ازاي؟ تجيب الرياتف ايرو الاول؟ اهو يا عم يلا يا عم بتجيبوا ازاي ده؟ تعمل ده تطلع معك بكام 0.5 على 5 وهنا يا مستر 0.2 على 2 0.2 على 2 طيب تجيب التوتال بتاع دول التوتال بتاع دول بكام يا مستر؟ التوتال بتاعهم اللي انت تحسبهم كده تعملون بلس ده بلس ده بلس ده تطلع معك يا مستر ب 0.3 هتضابه هنا فتطلع معك بكام هنا يا مستر 6 تطلع فاخر بقى معك لو انت تعملون ملتبلاي تبقى كيلو جرام وعندك 2 متر يبقى وعندك 2 seconds يبقى 2 second square ده كانت جبت ال mv square خلي بالك وانت عاوز مني half mv square عادي مش انت معك mv square اضابه في half 20 في half ب10 الستة في half كان ب3 حبه يا مستر ده انت جبتها اسهل لي كده انا كده جبت ابسيوت error ب3 والreal value لو هو اسألني ممكن يسألني عفريكا في كذا حاجة مش شرط يسألني دايما ابسيوت لو سألني عن الreal اهو يا عم معي ب10 لو سألني عن الابسيوت error يا عم هو معي ب3 لو سألني عن الrelative error ادي معي ب0.3 الطريقة دي اسهل اللي انت لو انت ميديك حاجة صعبة تقيلة كده اللي انت تجيب له الحروف الاول السيمبلز الاول وبكاة تضع برقم في الاخر ليه يا مستر اصلا كده عملتها حزبة مرة واحد حطيت ثلاثة مرة واحد وخلصت مرة واحد انما لو انت بصيت هنا كده انا عملت ايه للأسف هنا اضغابينا شوية رحنا حسابنا ده الواحد وحسابنا ده الواحد وجبنا الrelative لوحد وضربناه وبكاة خدناه وحطناه ليه ليه ده كله بجد فالطريقة النامبر 2 احلى بكتير يا مستر وانا بفضل دي الطريقة اولا دي فيه ناس كتير بتعملها وانا عملتها لشان الناس بتحب تفكر كده بس وي 2 دي طريقة تفكير انا تمام وبكده جماعة والحمد لله زي ما احنا بننهي كل حصه او بننهي كل كلاس ووكشيت الحمد لله تمام كلاس ووكشيت بطريقة حصه التالت اشوفكم ان شاء الله في كلاس ووكشيت الحصابة معنا باي باي موسيقى